اشتركوا في القناة حيث اكد معالي وزير الداخلية ان المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه يؤكد على قيم التعايش والتسامح والانفتاح على الاخر باعتبارها من اهم سمات الهوية البحرينية الاصيلة مضيفا ان البحرين تبقى وطن السلام والامان كما بحث معالي وزير الداخلية ووزير الامن الداخلي الاسرائيلي مجالات التعاون الامني بين البلدين وتبادل الخبرات والتأكيد على اهمية المضي قدما للعمل على تطوير هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة كما تم بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر